السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعي ومشتركي قناة الجيل اندرس الدكتور طارق النهاردة صرح بتسعة تصريحات اهمة حسن خلالها جدل كتير جدا على التواصل الاجتماعي شاعات كتير امتحانات اتأجلت ومناهج تحزفت قالك لا 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 سواك من الكلام ده كله تب ايه هي التصريحات التسعة يا دكتور طارق نركز كده ما بعد التسعة تصريحات للدكتور طارق عاجلة في قناتكم قناة الجيل اندرس اول حاجة هيتم الاعلان عن حزمة قرارات جديدة حزمة استرها رب امتى يا باش قريبا ان شاء الله الاسبوع الجاري سيتم الاعلان حزمة قرارات جديدة لحسب موصل الامتحانات كل من السنوات العامة السنوات الدبلومات الفنية صفوف النقل بالتعليم الفني شهادة العدنية ابناؤنا في الخارج الشهادات الدولية الاسبوع نوه الجاري اللي احنا فيه دلوقتي تمام يعني خلال لغاية اخر الاسبوع لان طبعا امتدت الدراسة خمصة شروف دي كانت مشكلة الوضع الحالي وجمعا مؤشرات ترجح احتمالية مد فترة تعليق الدراسة في المدارس لفترة كمان هتعلنها الدولة قريبا في طرح خطة المكافحة اللي احنا عايشين فيها الوزارة لن تعاقب ركز ده تالت تصريح الوزارة لن تعاقب اي طالب في مصر على ظروف فراراتها عليه الظروف الحالية او الوباء الحالي مشير الى انه لو كان في يد الوزارة اي خطوة منش انها تخفيف اي عبق على الطلاب لن تتأخر دي مقدمة وهنقولها بعد كده اللي دي كانت الصغرة اللي نخش فيها وفعلا هيتم لغاء حاجاتها تحصل بس استنونا قريب مش عايزين نصرح بها دلوقتي لما نتكون متأكدين منها قوي الوزارة ربع حاجة بتحاول حاليا ان تتفادئ اي تجمعات الله بها في اللي جاني الله تجمعات طلاباء في اللي جاني يعني ايه تخوف المنتشار اي مكروب ايوة وتسعى الدولة لتقديم افضل بداء للطلاب في الظروف الحالية مش رحلوه الله يا جماعة تصدقوني الحتة دي مهمة جدا خمس حاجة وزارة ترباء التعليم تعمل حاليا بخمسين في المئة من فريق عملها او اقل بسبب مخاوف الانتشار الوباء العالمي ومع ذلك فان العمل يسير على القدم وساقل استكمال تفعيل بوابة التواصل الجديدة سالس حاجة الوزارة بتحتاج ان تجد فرصة لإيجاد الحلو مناسبة ركزه لكافة المشاكل والتأكل من قانونيتها وعرضها على الجهات المعنية كلها قبل اعلامه وبالتالي لا داعي للضغط على الوزارة بالسوشال ميديا لانها ده بيضيع الوقت لا احنا هنضغط عليك دكتور طرق اللي غيرت ما تلغي كل الامتحنات الخطبات الرسمية السابع حاجة التي تم تدولها اليوم على الفيسبوك بشأن امتحنات الأدنية هي مقاطبات داخلية تخص الوزارة ولم تصل لمرحلة القرارات النهائية وبالتالي كان لا يصح اعلنها الآن لانها مزال تحت الدراسة وما ليه تصربت يا باشا تامن حاجة الوزارة بتحذر من محاولات البعض بيع المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب صفوف النقل الآن وده اللي احنا قلناها وتؤكد ما حدش لسه يعرف تفاصيلها وضابطها عشان يقدر يعملها ويبيعها من ده اللي قلناه وقلنا انت متأكلش أولياء الأمور للمدرسين أو للمكاتب أو المكتبات اللي هي هتعمل أبحاثي وتبعها يا باشا بلاش الغي الأبحاثي كلها ده زح حاجة والأخير وليس بأخير لأنه كل يوم جديد الوزارة بتناشد الرأي العام كله بعد أن نستقرأ أي معلومات غير رسمية يتيم تدولها على السوشيال ميديا والوزير بيأكد لو عندي قرارات أو إجراءات أنا هعلنها بنفسي وأنا معاك أول بأول ودكتور طارق خطوة بخطوة ثانية بثانية هتعلن الصبح هتلاقيني الساعة الثانية هتلاقيني بالليل هتلاقي كل حاجة قناة أجيال أنت بس منتظرك في كل وقت وفي كل أدان بك وليك عشان خاطر طلابنا وعشان خاطر 22 مليون مصري عايشين داخل مصر بمواطنين طلبة محتاجين أي خطوة هتخطوها هنقولها لهم أول بأول انتظرنا في كل جديد وأكيد علشان نقدر نوصلك بكل الأكيد وكل الجديد مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عشان كان بيحسن الجدل والشائعات الامتحنات بتسع تصريحات وكانت معنا في قناتكم قناة أجيال الأندلس كان معكم مستمرزي مؤسس أجيال أنتظرنا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال الأندلس في أمان الله